سلام لبنت ان شاء الله كامل لكم بخير وصحتكم على خير ان شاء الله يلقيكم الفيديو هذا يا رب وانتم في احسن الاحوال اليوم جيتكم فيديو جديد فيديو للمبتدئات كما انا يا بعد لانه انا اول مرة في حياتي نصنع جنواز اول مرة يعني لاني نعتبر نفسي مبتدئة في هذا المجال لانه ما عنديش اي معلومة في مجال باتيسري وما عندي حتى شهادة فيه وما عندي حتى ديبلوم فيه صح لقاته وعندي فيه عدة شهادات وعندي فيه ديبلوم حمد لله لكن هنا حبثي حبيت نبدع وحدي حبيت نختم وحدي وقلت نشاركه مع حبيبيتي باش هكذا كما نقولوا لبنت نتعلموا كيف كيف يعني مع بعضنا وان شاء الله اي جنواز رح نحطها اي جنواز رح نختمها رح نحطها معاكم باش هكذا نتعلموا كل شي مع بعضهم ولينا عارفوا نديروا كل شي مع بعضنا احنا باسم الله نبدو في المقادير عندي كما كم تشوفوا الفارينة تعيل هنا عندي زوج بيضات عندي السكر وعندي نشا هذا ما نحتاجه في الجنواز لنا وبطبيعة الحال نحتاجه راشة الملح هنا انا حطيت البيضات التوعي في البول تاعي ودرت فيها مرشة تاع الملح وبدأت نخفق فيهم هنا انا مفصلتش صافر عن البيض يعني درت كل شي مع بعضها خفقتها مع هكذا ملح حتى نشا تبلي البيضة التاعي بدأ يدير في هذوك الفقاعات نبدأ نضيف السكر تاعي السكر هنا لابنت انا درت خمس ملاعق لكن ضبتهم يعني تدريجيا درت زوج ملاعق اللولي وبدأت نخلط شط الخالطة التاعي كما نقوله بدي بياض باش ان بعدها ضبت هذوك الملاعق اللي قاعدوا لي يعني قاعدوا لي ثث ملاعق ملاعق يعني يكونوا عادية لابنت ملاعق اكل كما نخفق يعني لهنا مكونات التاعي هذو كامل يعني صال بياض عفوا يعني البيض والسكر حتى يعني يتخلطوا لي بياه نتحصل على شغل ميرانج يكون يعني البيض تاعي راح يتبدل لي لون تاعه ذوك تشوفوا البنات كيف الشي يعني والقاوم اللي تحصلت عليه انا لهنا يعني الطريقة راي واضحة وفي نفس الوقت تهلال المبتدئات شافوا البنات نتحصل على هذا الخليط كما راكتنا تشوفوا هنا لابنت وش راح ندير انا راح نجيب الفيرينة تاعي الفيرينة انا راح نضيف كما راكتنا تشوفوا ثانيتك اربع ملاعق هذا ما كان نديرو اربع ملاعق فيرينة نفس المغرفة كينا بها نكملو نخدمو بها وعندي ملعقة تعنشا هذا ما كان هنا الدور تعنشا راح يعطيها هذيك الخفة هنا نجيبو ملعقة والله ونبدأ ونخلطو يعني من الفوق لتحت هنا بقبل ما ننسى نديرو راشة عخميرة هنا راشة عخميرة راح تساعدنا شوية في التفاق هنا يعني الخطرات الجاي ان شاء الله نديروها بالمحسن يعني نديرو محسن الجنواز باش هكذا تضمني الجنواز تاعك هنا انا درتها هكذا وجيتني بزيف يعني مليحة الحمد الله جيتني عجبتني الجنواز تاعي جيت هاي لا ما لقريش شكل شوية يعني مانيش يعني محترفة يعني في التلميس وفي التزيين لكن الجنواز انا فرحت بها بزيتي انه جيتني بزيتي في مليحة وعجبتني وعمرت لي عيني الحق تعربي شوفوا هنا الابنات انخلط هذه المكونات تكامل مع بعضها وديما كما نقول لكم من الفوق الى تحت حق ذا باش تضمنوا انه من بعد الجنواز ساعكم مش راح تهبط معاكم هذا مكان شوفوا هنا عندي هذا المول انا كنت شريته او صغير خلاص يعني انتم ما ابدأوا اول مرحلة لكم اول تعليم لكم ابدأوا بالجنواز الصغيرة دهنتها انا غرب بشوية زبدة يعني انا ما عندي شوارقة زبدة دهنتها بشوية زبدة وفرقت فيها الخالي بتاعي كما كنت شوفوا وبدأت نعد الفيع شعلت الفورن تاعي لدرجة حرارة 80 درجة ودرت الشبك تاعي هذك فررت في الفوقيني وحطيت الجنواز تاعي طيب وشعلت لها من تحت لازم الطيب لي من تحت مليح شوفوا الليبنات كتب يكون من تحت تبقى الحاجة اللاخره شعلوا لها شوية بكت حمار وسيهل الحاجة هنا بعد شوفوا بعد ما طابت لي لبنيت شوفوا يعني جيت ما شاء الله يعني غاب زوج بيضات هنا أنا كنت يعني درس زوج البيضات اللونين طيبتهم وزد زوج الثانيين كما راكم تشوفوا هنا راح نديرها في كيس بلاستيكي وخليها تبيت لي لكاملة في الثلاجة هكذا نضمنها كينديرها في الكيس بلاستيكي نضمن باللي الجنواز الصعي تقعد كما نقولوا الطرية ومتي بش معايا هنا من الاحسن تبيت بش غدوة تقسموها كما راكم تشوفوا والموس لازم يكون موس من شاري شوفوا الهنا الجنواز صدقوني أنا فرحانة بهذه الجنواز أحس بزيف بزيف صدقوني صراحة فرحانة بها بذلك لأنه عجبتني وجاتني مليحة الهنا عندي 150 جرام شوكولات سوداء وعندي 150 جرام كريم فريش أنا استعملت إيلا لكم تعرفوها يعني قلت ذوي بشوكولات على حمام مائي وسخنت شوية الكريم فريش وخلطهم مع بعضهم لازم تخلطهم مليح حتى تدخل هذه الشوكولات في الكريم نخلطهم مليحة لبنت ونغطيها بكيس بلاستيكي أو بابيثين أو بابيثين أو بابيثين لديك الكيس بلاستيكي تلك الكريم فهمتوني إن شاء الله تكونوا فهمتوني يا لبنت شوفوا أنا هنا يا لبنت سوف نغطيها شاف قلت لكم هاكذا لازم يعني يلمس لي السطح على الكريم ونحطها تباتليلة كاملة في الثلاجة هنا بعد ما باتتليلة كاملة في الثلاجة نبدأ نخفق فيها صراحة أنا يعني ما جاتنيش متماسكة متماسكة مليح مع البريش نرمامو ندير 200 جرام شوكولات وندير 150 جرام كريم فريش نرمامو هاكذا لكن أنا درتهم نفس التساوي جاتني شوية خفيفة لكن معلش أنا نعطيكم كل شغل قدالبنت كما تعودتوا علي شوفوا هنا رح نخفقها شوية حتى نتغير لي اللون تاحها باش من بعدها نختم بيح شوفوا هنا بعد ما تغير لي اللون تاحها هذا هو القاوم اللي تحصلت علي أنا جاني شوية خفيفة يعني موش دقيل نوعا ما يعني شوية عياني في الخدمة شوفوا هنا رجعون نفس المول اللي خدمنا فيها اللي تارت تاعنا هذيك وش رح ندير ونفرشوا فيه بابي فيلم أنا هنا يعني خدمت كما نعرف شوفوا هنا درت غلطة لي هي أني درت هذك الوجه يعني الوجه اللي موش مليح درته من تحت نرمامو العكس نديروا الوجه المليح من اللوت لأنه من بعدها هو كما تعرفوا كاستع سكر بزوج كيسين تعمى وديروا كما نقولوا قطعة ليمون وهذه هي اللبنة حتى تحطوها تغلي حتى نتحصلوا على القاوم اللي راكم حبي انتوما هنا شوفوا بعد ما درت الطبقة الأولى شربتها وضفت لها هذيك الكريم اللي كنا درناها من بعدها اضفت لها كما راكم ومن بعدها نكمل طبقات كامل بنفس الطريقة يعني نور مورا كما فهمتو هنا أنا كما نقولوا اللي عندها هنا بانين ولا جوز ولا بندق ولا أي حاجة تقدر تحشيها بها أنا درتها سامبل وكنت مانيش راح نصورها لكن قلت خلي نشارك مع أحبيبتي باش من بعدها يشوفوا يعني يشوفوا الفرق لأنه أنا حابة نبدع صح حابة تشوفوني من بعدها يعني من هذه الجنواز البسيطة تشوفوش راح نخدم لأنه أنا نحب نكتشف ونحب نتعلم ونحب ندير بزاف حويج يعني إن شاء الله ذوكم من بعدها شاء الله لحيانا ربي راح ينتشوفوا وين وصلت الجنواز سعي يعني كيفاش راح نبدع في المجال هذا برب إن شاء الله هنا حطيت هذيك بعد ما كملتها حطيتها في المجمد هنا راح ينطلعوا لشانتي تانا هنا لشانتي تانا درت كيس كما تشوفوا غبرت شانتي يكون بومبي وعندي كيس نقص إصباحك هذا حليب ونكمل نخفق فيها مليح هنا اللي مبتدئة أو تخاف يعني من شانتي تدير كما نقولوا كيس تحليب بزوج كيسان تحليب بايش تجيك ثقيلة بزاف هنا أنا نخفقها مليح دي ما كما نقولها ونعودها أعطيوها حقها الكافي في الخفق حتى تشوفوا يعني الباسورة تحكم شغل ولا ثقيل ولا ما يقدرش يحرك هذيك لاشانتي تحليب وتشوفوا بالحجم الضعف واللون تبدل وكي تقلبي البول تاعك اللي خدمتي فيه لاشانتي تحليب يعني يبقى متماسك في البول شوفوا هنا أنا راح نقلبها بايش ندير هذك السطح ملفوق يعني الشكل هذك الجميل راح نديرو ملفوق بايش نقدر نزيينها شوفوا هنا نقلبتها انتم ما ديرو كما قلت لكم أنا بايش كل شي يجيكم مليح شوفوا هنا لابنت راح نبدأ شغل ندير لها لاشانتيه بايش نديرو الوجه هنا قلت لكم ما عنديش يعني الادوات الخاصة بالجنواز ما عنديش بزاف عفايس يعني أول مرة نختمها وكنت ما تردى منها بسرح الحمد الله لكن المرة هذي راح نخرج ونشري بزاف حويج خاصة بليتارت والجنواز يعني راح نشري حويج بايش هكذا كي نعود نختم 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 الآلزة هنا نقدرتها بابسط الأمور يعني نحنا نبدأ نسطح نجيب كوبات هكذا ونبدأ نسوي السطح تاعي هذك نحاول اني نعدلها كامل ونغطيها كامل بهذي كلاشانتيه حتى نكملوها شوفوا هنا البنازة سوف نعطيكم طريقة باش يعني تجيكم يعني ملساء تحكموا الكوبات تاعكم هذيك ديروها في شوية ما مغلي كما راكم تشوفوا وتمشيوا هكذا نور ممو هكذا راكم تفهمتوني هكذا تسويوا السطح تاحا وتسويواها كامل باش ما تجيوش فيها هذو كل هذو كل خربة شيت هكذا يعني راح كما نقولو تديروا سطح المس وتجيكم ممليحة في نفس الوقت ديما الكوبات تتاعكم هذيك اغطسوها في المس المغلي واعدلو وينتلقوا هكذا كما نقولو حاجة بلا سميش معدولة اعدلوها انا قلت لكم راي اول مرة نخدمها وكما نقولو انا عمرتلي عيني الجنواز اما الشكل لا علاقة يعني مزلت يعني مانيش الله الله بس احب رب ان شاء الله راح نتعلموا مع بعض وكيف كيف وان شاء الله نعود اي وصفة نديرها يعني اي جنواز نديرها سواء كبيرة سواء صغيرة راح نحطها معكم ونشوفوا الفرق يعني هذا الفيديو اشفاوا عليه ونشوفوا الفرق من بعد ان شاء الله كنوالي محترفين فيها ان شاء الله هنا عندي 120 قرام شوكولة ضوبتها الحمام مائي وراح نضيف لها كما راكم تشوفوا هنا الابنات عندي ملون وردي خاص بشوكولة وعندي عطر عطر شبينجوم هنا عندي عطر التوت البري وعطر الكارز يعني مناسبة مع اللون البنفسجي انا ما عنديش قلت معليش نستعمل هاذو مع بعضهم شوفو هنا نبدأ نخلط تحسو بلي الشوكولة تحكم فزدت نوعا ما شوفو هناك تحسوها فزدت لا تخافوش منها لانو احنا راح نديرو لها الماء المغلي شو ذاك الماء اللي ذوبنا عليها الشوكولة يكون نضيف يعني وهزي هكذا بشوية كو بشوية في الشوكولات وخلطي حتي تحسلي على القوام المناسب وتبلي الشوكولات عادي ان شاء الله يعني تكونوا برك فهمتوني وشوفو يعني كدة اللون البنفسجي شوفو اللون اللي تحصلت علي يعني عجبني بزيف اللون هذا جاني بزيف مليح اعجبني هنا نخلط مليح ونكون يعني لاتارت تاعي حطيتها في الثلاجات تتماسك لي باش ذوكا نكملوا يعني نزينوها مع بعض هنا شوفو بعد ما كملتها كما راكم تشوفو هكذا يعني وتحصلت علي هذا اللون هنا وش راح ندير راح نجيب نحط هذك اللي ختمناها مع بعض شوفو نغطي بيه السطح كامل هكذا كما كم تشوفو درت غاب الملعقة يعني وهي راح تسحلي هكذا منعلى الجوانب والتزيين كما قلت لكم يبقى اختياري اوه شوفو الهنات السطح تحاموش المس الله الله بس اح كما نقولو تاع واحدة اول مرة تخدمها وفي الفيديو هذا راح نتقبل انتقادات كامل ونتقبل سلبيت كامل بس كو اني قلت لكم ما عندي حتى خبرة ونرمال يعني عادي ما كاشي لي زيت ما تعلمه كامل اولانا نتعلمو وان شاء الله يعني الواحد كما نقولو يتعلم ان شاء الله من الغلطة تعوه يتعلم ومزيدش يعود نفس الاخطاء ان شاء الله احنا شوفو الابنات انا راح نكامل نغطيها بنفس الطريقة ونحطها في الثلاجات تتمسك لي شوية بيش نروحو للتزيين تزيين انا كنت قدرت يعني غير شوية هكذا وريديت هكذا بالكريم الشانتي يعني انتو ما لكم الاختيار طبعا انت قدري تزيينيها كي ما تحبي وكي ما تعرفي وديما نقول لكم الابداع يبقى ليكم احنا انا وش راح ندير قدرت لكم نحطها فتلاجات تتمسك لي شوية بيش نروحو كما نقولو نديرو هذو كل الوريدات مع بعض انا شوفوا الهنا البنات يعني هذا هو الشكل تاحا من بعد درت لها غار واحد الفراشات هكذا ودرت لها شوية ورقة ذهب هذا مكان وقودت لكم كي جيت نصورها ملقيت هاش بسكو كلها بوزيد بصحتو بسكو شوفوا بني انا من عشيق الجنواز من عشيق اللي تارس هكذا معايا يقولي غار نو كل برا تماني مني شمال فنخدم هملو في الدار بس احب ربي ان شاء الله ذوك هكذا نعود نخلط فيهم شوية يولي يوكل ديمة في الدار صدقوني والله كلها وحده وبصحته ربي يحفظوا لي شوفوا الهنا قلت لكم هذا هو التزيين تعي درت غار هذو الوردات كي ما راكم تشوفوا فيهم وهنا خردت لها شوية ورقة ذهب ودرت لها هكذا فراشات وقلت لكم الابنين جيت نصورها يعني جيت ندير لها تاورم لها حكذا شغل نصورها ومدير لها فيديو للأسف جيت نكسمها معاكم بتشوفوها من داخل كيفية جيت قلت لكم ما لقيتهش حاطيتها تبرد شوية ما لقيتهش هذه هي الابنت يعني ان شاء الله يتنال اعجابكم واذا اعجبكم الفيديو حبيبتي متنسيوش تخليونا اشتراك في القناة وتخليونا تعليق ولايك وإلى الملتقى ان شاء الله في وصفة قادمة سلام